كشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول عن تفاصيل قيام قوات الجيش بقتل ثلاثة عناصر من داعش الإرهابي جنوبي الموصلة وقال اللواء رسول أن قوة من فرقة المشات السادسة عشر وبناء على معلومة استخباراتية دقيقة تمكنت من قتل الإرهابيين بعد رصد تحركتهم من خلال الكاميرات الحرارية في منطقة حمام العليلة وأضاف أن قوة الجوية وجهت ضربات موجعة لداعش في وادي الثلاء بمحافظة ديديالا وأن قوة من قيادة عمليات ديديالا خرجت للبحث والتفتيش حيث تم العثور على جثث للإرهابيين وطائرة مسيرة